وزار محافظ صلاح الدين إسماعيل إغدار الهلوب دار الأيتام في قضاء تكريت لمتابعة احتياجاتهم والاطلاع على طبيعة الخدمة المقدمة لهم ونقش مع الملاك الخدمي للدار طبيعة الخدمات التي يوفرها لهذه الشريحة التي انقطعت بها سبل العيش الآمن بعد فقدان ذويها داعي للمنظمة الإنسانية لتقديم العون والرعاية لهم تضامنا مع الجهود الحكومية في هذا المجال وقدم المحافظة التهنية للنزلاء الدار والملكات المشرفة عليهم بمناسبة قرب حلول عيد الأطحى المباركة والذين عبروا عن سعادتهم بالمبادرة الأبوية ومشاركته لهم هذه المناسبة السعيدة وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم